في هذه اللحظات الأهل بيستعد إن شاء الله لاستعنافل للتدريبات استعدادة لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في نهاية بطولة كأس السوبر المصري للأنداء الأبطال يمكن الفريق الأمس كانت فيه أجازة وراحة ومرس الكولر كان مدي للفريق كده فرصة خمس ساعات تجولة حرة ولكن عايز أكد لكم أن اللعيبة أصلا رفضت الخروج من الأوتيل وعملت أكتر من اجتماع ويمكن دي قدامنا هي لعطات خاصة وحصرية من فندق إقامة فريق النادي الأهلي قبل التحرك لأداء التدريب الرئيس النهاردة استعدادة لمواجهة الزمالك يوم الخميس ولكن اللعيبة مبارح زي ما قلت حضراتكم قعدوا مع بعض اجتموا مع بعض قعدوا يتكلموا في مباراة سيراميكا إزاي يحضروا كويس لماتش الزمالك إزاي يخرجوا من فكرة السقة شوية تبقى أفضل من الأول جمهور هيقف في ظهرهم لغاية المباراة اللي جاية فلازم اللعيبة برضو تبقى حاسة بالمسؤولية أكتر من كده كل دي حاجات الجهاز الفني واللعيبة بتكلموا فيها وأنا عجبني فكرة إن مبارح كانت في راحة ولكن اللعيبة قعدت تتكلم مع بعضها عشان مطشموا الجمعة أنا عايزة أطمنكم كمان على اللعيبة اللي يعني فيه شك في إمكانية جهزيتهم أو مشاركتهم في مباراة يوم الخميس كلام كان كتير طبعا على ياسر إبراهيم رامي ربيعة عمر كمال عبد الواحد وسام أبو علي أشرف داري الإشعة أثبتت إيه النتائج الفحوصات الطبية إيه الأخبار أنا عايزة أطمنكم بإذن الله النهاردة يمكن لما نشوف التدريب لما الفريق يوصل لملعب التدريب إن شاء الله هنشوف ياسر إبراهيم في التدريب رامي ربيعة في التدريب عمر كمال إن شاء الله كمان بإذن الله هو أسامة وعلي حاجات بسيطة كده ممكن نهاردة الجهاز يريحهم أو يشاركوا في جزء معين ولكن بإذن الله على مطش يوم الخميس هيكون فيه يعني استجابة طبية لجهازيتهم لمباراة الزمالك موقف أشرف داري لسه مش هنقدر النهاردة نتكلم بشكل صريح أو نقول معلومة مؤكدة لغاية لما نطمئن عليه من خلال زمينا فروس صلاح اللي هيكون موجود في التدريب وبإذن الله على مدار الحلقة هنتابعكم بأول بول باستعدادات الفريق قدامكم هاي لقطات من تحرك الفريق قدامنا هو كريم ندفد محمد مجد أفشا مارسل كولر يعني المشاهد اللي زي دي بتدينا كده انطباع معين عن تركيز اللعيبة كل واحد ماشي بيفقر في البطولة كل واحد بيتكلم مع زميله شايفين كمان هو كريم الدبيس كان قابليه مصطفى شبير دكتور أحمد جبالة الابتسامة دي تقولك أن يعني فكرة الأزمات في إصابات لعيبة مش جاهزية لعيبة لمطش الخميس يعني الحمد لله انتعرف لو الجهاز الفني عمتا أو الجهاز الطبي لو الأمور فوق دماغه كده وفيه تفاصيل كتيرة ومشاكل كتيرة صعب تلاقي فيه ابتسام أو صعب تلاقي الناس ماشية يعني الدنيا بالنسبة لها بسيطة لا بيبقى عامل حساب أن فيه مطش مهم عامل حساب أن فيه إصابات لعادة من اللاعبين إزاي يدر يأهلهم إزاي يدر يجاهزهم بس أنا من المشاهد اللي أنا شايفها ياسر ابنه مبتسم وسام أبو علي كان لسه داخل يركب الأوتوبيس يعني الأمور إن شاء الله بإذن الله تكون يعني نوعا ما كويسة وكده هيكون عندنا لقطات بقى للفريق أول ما يكون موجود فيه ملعب التدريب خالد عبد الفتاح يعني بأكد لكم بالنسبة كبيرة جدا هيكون بعيد عن المشاركة في مباراة الزمالك أشرف داري لسه هيتحدد النهاردة أو بكرة لما الفريق يوصل لملعب التدريب ونشوف جانب من تدريبات الفريق ويكون معنا فاروق صلاح هنفهم ونقدر نوصل للتفاصيل أكتر عن مدى جاهزية الفريق كوكا المعلومات اللي عندي إنه بيقترب بين المشاركة في أو يعني داخل حسابات مارس الكولر عشان يكون ليه دور مهم جدا في مباراة الزمالك اللي جاية مهم جدا تواجد كافة العناصر الموجودة في صفوف الفريق